هذا وابدى أنصار اتحاد العاصمة وملودية الجزائر في اليوم يأتني من توصل عملية بيع التذاكر أبدأوا تفاؤلهم بنتيجة اللقاء مضيفين بأنهم يحضرون مفاجأة كبيرة وسيكونون في الموعد لأمل أن يقدم اللاعبون ما عليهم فقردية الميدان البيع بارابور البارح اليوم خير بس كنا على بارابور البارح من البدينا 18 صباح الستة نقص شوية البيع كنا في خمسة شبابيك ولا في ستة شبابيك بحيث أحد ألفين تذكيرها أكثر حوالي ألفين وخمسمية وليوم الثاني من بيع التذكير حقيقة ديوم كان شوية استيعاب كاش تغاشي كما مولفين تعليماتش كما في الابريسون تعليماتش مش شران نشوفو تيكيات العملي فتام يتبعوا هذا العام بكاشي تعدين ديز ويد ديز ناف فتريب بيرغضوا مش شران نموش دينو التيفو عالمي وقليل وقليل يقدر يخدمونه في التزاير ليصمع شوية مش كيش بصحة تيفو مولودية تيفو عالمي وش هنقولكم حنا عمبانة باليغضو ان شاء الله اللوبيون صاريها تكون شابة من جهتي كشف مدير ملعب خمسة جويلية الحاد جاعلي بأن الملعب جاهز لاحتضان المبارات مؤكدا بأن عملية البيع تسير بشكل جيد رغم الشكاوي من غلائي السير بلدنا لرنينة تكنيك لوورة ديز ومع الكنسطراتي مع السير بي سيكورتي يفتحوا أبارتين 23h30 نحنا نمتع تعلق بلوس الرغانيساج والحند الله دوني كم يقولو رسالة والأرضية كم يقولو صالحة للعب مياف المياه بيهي سيبيان كم يقولو سيبيان يتوسطيق ترجمة نانسي قنقر